بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية في شرح كتاب الكمال والجمال في القرآن الكريم وكنا بعون الله تعالى في المحاضرة الأولى قد تناولنا المبحث الأول عن أهل القرآن ومكانتهم وفضلهم وعن الأحاديث التي ساقها المؤلف في فضائل القرآن الكريم وبيان مكانة أهله وعن تجارب الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع القرآن الكريم وذكر مواقفهم واستنباطاتهم من مكانة القرآن في قلوبهم أما في هذا المبحث الرابع فسنتناول فيه أسماء سور القرآن الكريم عرفنا أن كل سورة من سور القرآن الكريم والسورة هي مجموعة من الآيات طائفة من آيات القرآن الكريم لها بداية ولها نهاية أقلها ثلاث آيات أقصر سورة في القرآن الكريم عدد آياتها ثلاث آيات ويا سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والسورة معجزة أقل مقدار للإعجاز هو سورة ثلاث آيات لأن أقصر سورة اجتملت على ثلاث آيات فالقدر المعجز هو سورة أو ما في عددها من الآيات يعني كل ثلاث آيات معجزة لأن أقصر سورة ثلاث آيات المؤلف هنا وقف مع أسماء السور والحقيقة أن أسماء السور مبحث جليل من مباحث علوم القرآن الكريم وكل سورة سميت باسم كانت تلك التسمية لسبب من الأسباب لعلة من العلل وحكمة من الحكم وبعض العلماء يقول هذه الأسماء توقيفية من الوحي الشريف وبعضهم يقول بل هي اجتهادية من العلماء يقرؤون السورة ثم يستنبطون منها أو يستخرجون منها عنوانا يدل على ما تضمنته واجتملت عليه من موضوعات والفريق الثالث يرى أن أسماء السور بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي وبعضها اجتهادي لكن أيما كان الأمر فإن لأسماء السور دلالات وحكما وفوائد وأسرار وقف المؤلف حفظه الله هنا مع بعض تلك الدلالات وهذه الأسرار ولفت أنظارنا إلى أن أسماء سور القرآن الكريم لها دلالات وسياقات معينة من ذلك السور التي اتفقت فيما بينها على دلالة مكانة الزمن وأهميته في حياة المسلم فذكر لنا أن ست سور من القرآن الكريم سميت بأسماء تدل على الزمن أول هذه السور سورة الجمعة سورة الجمعة وسورة الفجر وسورة الليل وسورة الضحى وسورة القدر إبعا عدى ست سور وسورة العصر إبعا سورة أول سورة هي سورة الجمعة يعني وقت الجمعة وقت صلاة الجمعة والفجر والمؤلف ساقها على حسب ترتيبها المصحفي الجمعة الفجر الليل الضحى القدر العصر ست سور دلت على أهمية الزمان ومكانته فسورة الجمعة سميت بهذا الاسم لورود قول الله تعالى فيها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وفي هذا دلالة تسمية السورة بالجمعة وعندما ذكر الله تعالى هذا الاسم في السورة الكريمة لفظ الجمعة في سورة الجمعة بيّن لنا أمرين الأمر الأول أن نملأ أوقاتنا بما ينفعنا في ديننا ودنيانا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا أما الأمر الذي ينفعنا في ديننا فهو أن نقبل على ذكر الله تعالى وأن نمتثل أوامره وأن نترك جميعا ما يشغلنا عن امتثال أمره واجتنابناه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سعي إلى ذكر الله سبحانه وتعالى سرعة في تنفيذ أوامر الله تعالى والإقبال على ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة فإذا أدينا حق الله تعالى وقمنا بما ينفعنا في ديننا وآخرتنا فعلينا ألا ننسى دنيانا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيضا وأنتم تعملون للدنيا وأنتم تباشرون الأسباب والوسائل التي تعينكم على الحياة الكريمة والعيشة الهنية عليكم أيضا أن تصاحبوا ذاك العمل بذكر الله سبحانه وتعالى يبقى الجمعة اسم يدل على الزمان وينبغي للعبد أن يملأ زمانه ويملأ وقته بما ينفعه في دينه كالصلاة والوقوف بين يدي الله والإكثار من ذكره والإقبال على أوامره والبعد عن نواهي وأن يملأ أوقاته أيضا بما ينفعه في دنياه وبما يحيى به حياة كريمة كان أحد الصالحين عراق ابن مارك إذا صل الجمعة انطلق فوقف على باب المسجد ثم رفع أكف ضراعته إلى الله قائلا اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزخني من فضلك وأنت خير الرازقين السورة الثانية التي تدل على الزمان وشرفه ومكانته سورة الفجر والفجر وليال عشر وافتتحت هذه السورة الكريمة بالقسم بوقت الفجر ولله تعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء أقسم ببعض مخلوقاته سبحانه لفتا لأنظارنا وجذبا لانتباهنا إلى أهمية هذه المخلوقات ومكانتها ومنزلتها في حياتنا فأقسم بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قاسم لذي حجر وكأن الإنسان وكأن المسلم كأن قارئ القرآن الذي يتدبره ويقف على معانيه يعلم من دلالة هذا الاسم الفجر على أن يملأ أوقاته كلها بقراءة القرآن الكريم وبما يقربه من ربه سبحانه وتعالى ويدعوه هذا الاسم إلى أن ينظر ويتأمل ويتفكر في أحوال الأزمان الماضية الفجر كأنه فجر الإسلام فجر القرآن الذي أشرق في قلبه وأنار دربه وطريقه فالزمان له اعتبار وعليه أن ينظر في أحوال الأمم السابقة ولذلك جاء في سياق السورة الكريمة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب كان هذا في الأزمنة الغابرة الماضية وحين جاء فجر الإسلام وأنار وأشرق ونزل القرآن الكريم أشرق قلب قارئه أشرق قلب قارئه ووقف قارئه على حقيقتين الحقيقة الأولى أن يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بنزول هذا القرآن والإقبال على قراءته لأنه يعرفه سنة الله تعالى الجارية مع الأمم الماضية التي حل بهم عقاب الله تعالى عندما أعرضوا عن أوامره ووقعوا في نواهي أما السورة الثالثة التي عنيت ببيان أهمية الزمار ومكانته فهي سورة الليل والليل إذا يغشى وأيضاً الواو هنا واو القسم كما كانت في قوله والفجر والفجر قسم بالفجر والليل إذا يغشى قسم بالليل أيضاً أقسم الله بالليل لبيان مكانته ومنزلته ولفت الأنظار إليه لما سميت السورة بسورة الليل قالوا لأن جواب هذا القسم يبين لنا اختلاف يبين اختلاف وتفاوت أعمال الناس وسعي الناس في هذه الحياة فمنهم من يسعى في الخير ومنهم من يسعى في الشر والإفساد فقارن الله تعالى وقابل سعي الناس وبيان التفاوت الشاسع والبون الواضح بين من يسعى في الخير ومن يسعى في الشر بالقسم بالليل والنهار والليل إذا يغشى أي يغطي الكون بظلامه والنهار إذا تجلى أي إن كشف الليل وأزال ظلامه فكما أن بين الليل والنهار بونا شاسعا وفرقا واضحا فكذلك بين من يسعى في الخير وبين من يسعى في الشر بون شاسع وفرق واضح ولذلك قال الله تعالى تفصيلا لهذا الإجمال الوارد في مفتتح السورة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فهذا يسعى في الخير فتكون عاقبته حسنة فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره بالعسرة لهذا سميت هذه السورة بسورة الليل وهو يدل على الوقت والزمان وينبغي كذلك للعبد أن يسعى في الخير في ليله ونهاره في سره وجهاره أن يعمر أوقاته كلها في السعي والإقبال وفعل ما يرضي الله تعالى في الليل بعيدا عن أعين الناس حينما يكون خاليا بنفسه وفي النهار إذا كان بين الناس يرونه ويسمعونه ويقبلون عليه فالإنسان إذا قرأ هذه السورة ووقف وفهم مراد الله تعالى منها وأدرك تلك الإشارات عمر وقته عمر ليله ونهاره سره وجهاره حال وجوده بين الناس وحال كونه مستترا بعيدا عن أعين الناس عمره بالسعي إلى الخير وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ليرضى الله تعالى عنه ليرضى الله سبحانه وتعالى عنه جزاء له على هذا السعي وذاك العمل أما السورة الرابعة فهي سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى والضحى أيضا وقت شريف من أوقات النهار وقت شريف من أوقات النهار بل هو أشرف أوقات النهار على الإطلاق لذا رأينا في آيات كثيرة من القرآن الكريم تخصص وقت الضحى بالذكر كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عشية أو ضحاها يعني قابل الليلة قابل الليلة بوقت الضحى لأن وقت الضحى أشرف أوقات النهار وافتتحت السورة الكريمة بالضحى وسميت بهذا الاسم والضحى لأن الوحي قد انقطع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول هذه السورة فقال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وادعك ربك يعني تركك ربك انقطع الوحي عنك تركك ربك وقالاك فنزل الوحي الشريف نزل الوحي الشريف ليتلو على رسول الله ليتلو هو على المشركين والمؤمنين على حد سوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وهنا مناسبة بين القسم بالضحى وبين وبين هذه الحادثة وهي انقطاع الوحي وكأن الضحى أشرف أوقات النهار الذي تكون فيه الشمس ساطعة منيرة مشرقة هذا الضحى يمثل نور الوحي الشريف والليل إذا سجى الليل هو وقت انقطاع الوحي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن المسلم إذا ابتعد عن القرآن وأعرض عنه فإنه يعيش في ظلام تام أما إذا أقبل على القرآن الكريم فإن القرآن الكريم ينير قلبه ووجهه وعقله وحياته وأوقاته جميعا والضحى نور الوحي قد جاء ساطعا منيرا مشرقا ليغطي هذا الظلام المتسبب عن انقطاع الوحي الشريف فكانت تسمية السورة بالضحى لها إشارة ولها دلالة لأن يعمر الإنسان ويقبل ويعمر جميع أوقاته بالوحي الشريف لتكون حياته ساطعة منيرة مشرقة وكذلك تكون آخرته أما السورة الخامسة فهي سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر هذا زمان زمان نزول الوحي الشريف وكما تلحظون في كل هذه السور التي سميت بأسماء تدل على الزمان وفضله ومكانته نجد فيها ذكراً للقرآن الكريم للوحي الشريف تصريحاً أو تعريضاً صراحةً أو ضمناً لكي نعمر أوقاتنا بالقرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر شرف الله عز وجل هذه الليلة وأنزل فيها كتابه الكريم فهي ليلة ذات قدر ذات منزلة رفيعة ومكانة عالية لنزول أفضل كلام وأجل كلام فيها فالتمست فضيلتها من فضيلة ما نزل فيها وهو الوحي الشريف وكذلك الإنسان لا يرتفع قدره ولا تعلو مكانته ومنزلته إلا إذا أقبل على القرآن الكريم وملأ به أوقاته وحياته أما السورة السادسة التي فيها إشارة إلى أهمية الزمان فقول ربي سبحانه والعصري إن الإنسان لفي خسوة هذا قسم أيضا بوقت من الأوقات والعصري إن الإنسان لفي خسر قالوا قسم بالزمان على سبيل العموم يعني قسم بجميع الأوقات وجميع الأزمنة على وقت العموم وقيل قسم بزمني ووقتي وجود النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف الأوقات والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأيضا دلالة الزمان هنا ترشد إلى أن الإنسان إلى أن الإنسان لن يتجنب تلك الخسارة المكتوبة على كل بني الإنسان إلا إذا أقبل على القرآن الكريم وتعلم منه الإيمان وتعلم منه العمل الصالح وتعلم منه التواصي والدعوة إلى الحق وتعلم منه التواصي بالصبر والصبر على ما يلقاه في سبيل الدعوة إلى الحق فكانت هذه الصور الست التي تدل على شرف الزمان كما رأينا كلها ترتبط بالقرآن الكريم ينبغي لك أن تعمر وقتك بهذا القرآن الكريم لكي تكون فائزا في الدنيا والآخرة في المقابل كما عددنا ستة صور سميت بأسماء تدل على الزمن سنعد الآن ستة صور أيضا وفي هذا مقابلة لطيفة في العدد التوافق في العدد ستة صور بالزمان وستة صور أيضا بالإيه وستة صور بالمكان هذه الصور الست التي سميت بأسماء مكان سورة الحجر وسورة الكهف وسورة الأحقاف وسورة الحجرات وسورة الطور وسورة البلد أما الحجر فالمقصود بها ديار ثموت فالمقصود بها ديار ثموت وأما الكهف فالمقصود به الغار في الجبل الذي أوى إليه الفتية الذين آمنوا بالله تعالى وثبتوا على إيمانهم وفروا بدينهم حتى لا يتركوه وحتى لا يعبدوا غير الله تعالى وأما الأحقاف فهي ديار عاد الأحقاف ديار عاد والأحقاف جمع حقف وسنعلم الآن الدلالة على ذلك وأما سورة الحجرات فهي جمع حجرة والمراد بها حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجرات أمهات المؤمنين والطور الجبل الذي ناجى موسى عليه ربه سبحانه وأما البلد فالمقصود بها والمراد بها الكعبة المراد بها مكة وكل سورة من هذه السور تدل على أيضا سر وتكشف لنا عن أمر يرتبط أيضا بالقرآن الكريم أما سورة الحجر فالحجر كلمة الحجر معناها في أصلها المنع المنع والإحاطة المنع والإحاطة وسميت ديار ثمود بالحجر لأنهم ظنوا أن ديارهم تمنعهم وتحميهم وتحيط بهم وتدفع عنهم عذاب الله تعالى وعقابه فسميت حجر سميت تلك الديار حجر لظنهم أنها تمنعهم من عذاب الله تعالى وعقابه فكانت هذه السورة تسمى بسورة سورة الحجر وهو مكان مكان دياري ثمود قوم صالح عليه السلام أيضا سورة الكهف الكهف والغار الموجود في الجبل وكأن وقد لجأ إليه الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى هنا حجر وكهف الحجر أصل معنى كلمة حجر المنع والإحاطة وسنجد أن هذه السورة التي سميت بالحجر لديار ثمود لظنهم أنها تمنعهم من عقاب الله تعالى سنجد فيها ذكرا للقرآن الكريم ألف لام را تلك آيات تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وبعدها بعدة آيات إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فمن ظن أن الديار أن الديار ستحميه أو أن الأموال ستحميه أو أن شيئا في هذه الدنيا من جميع الأماكن ربما يحميه من عذاب الله ربما يتحصن به من عقاب الله أو يكون سببا له في النجاة فهذا مخطئ في ظني أما الذي يحفظك ويحميك ويحيط بك ويمنع عنك عذاب الله سبحانه وتعالى ويحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك هو التمسك والالتزام بما حفظه الله سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه وهو هذا القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون كما حفظ الله كتابا أن يتطرق إليه أن يتطرق إليه زيادة أو نقصان في حرف أو في كلمة أو ما شابه ذلك فإن الله يحفظك إذا تمسكت بهذا المنهج القويم وهذا الذكر الحكيم فكانت تسمية السورة بالمكان يدل على حفظ الله تعالى كأن من أقبل على القرآن كأنه دخل في حجر في منع يمنعه ويحفظه من العقاب والعذاب والشرور في الدنيا والآخرة كذلك الكهف الكهف الذي يأوي إليه المؤمن عند الشدائد وعند الخوف هو القرآن الكريم لذلك افتتحت السورة بقول الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن فكأن الكهف الذي يلجأ إليه الإنسان ويدخله ويأوي إليه ليحفظه ويتحصن به هو هذا القرآن الكريم أما السورة الثالثة فهي سورة الأحقاف والأحقاف المراد بها ديار عاد ديار قوم ووت عليه السلام والأحقاف جمع حقف وهو أصل يدل على ميل الشيء وعوجه يدل على ميل الشيء وعوجه والمراد بها الرمال رمال كانت في بلاد اليمن كانت عاد تنزل إليها كانت عاد تنزل إليها وسميت السورة بهذا الاسم اللي هي ديار عاد أماكن عاد أو الأماكن الرمال التي كانت تنزل إليها عاد لتذكر بمصير أصحاب الأحقاف بمصير الأمم السابقة التي أعرضت عن الوحي الشريف وكذبت رسولها ففيها إشارة إلى أن انذارات القرآن تحذيرات القرآن التي ذكرها وتضمنها وقصها علينا من أخبار الأمم السالفة إنذارات إنذارات القرآن متحققة لا محالة واقعة لا شك ولا ريب فيها وفي ذلك تهديد لمن أعرض عن القرآن من أعرض عن القرآن ولم ينتفع بما فيه من بشارات ومن إنذارات وتحذيرات فلا يلومن إلا نفسه فسميت السورة باسم مكان قوم أهلكهم الله تعالى لما أعرضوا عن وحيه وكذبوا رسوله ليقول لنا إنذارات القرآن متحققة كما وقع العذاب وحل بهؤلاء سيحل وينزل ويقع بمن أعرض عن القرآن الكريم ولم يتدبر ولم ينتفع بهذه التحذيرات والإرشادات أما السورة الرابعة فهي سورة الحجرات والمراد بها حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وسورة الحجرات سورة الحجرات فيها إرشاد إلى التحلي بمكارم الأخلاق والفضائل وفيها نهي وتحذير من الوقوع في الرذائل نهي عن الوقوع في الرذائل وأمر بالتحلي بالفضائل إرشادات كثيرة ولا يغتب بعضكم بعضا يجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا هذه إرشادات هناك إرشادات وردت عن طريق النهي سلوكيات مذمومة كانت موجودة في المجتمعات فجاءت سورة الحجرات لتحذر منها وتنهى المؤمن والمسلم عنها فسورة الحجرات جاءت لتربية المؤمن جاءت لتربية المؤمن لكي يتحلى بمكارم الأخلاق لا يقدم قولا بين يدي الله تعالى ورسوله لا يرفع صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بدهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وهكذا إرشادات لتربية المؤمن على التحلي بمكارم الأخلاق والفضائل وتحذر المؤمن من الوقوع في الرذائل والتربية المؤمن على نوعين تربية لباطنه وتربية لظاهره تربية لباطنه وتربية لظاهره والحجرات أمور خاصة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته في حجرات أزواجه كان في بيته الإنسان في بيته يشير إلى باطنه الأمور الداخلية الخاصة به التي لا يطلع عليها غيره فسورة الحجرات جاءت لتربي المؤمن لتربي المؤمن بنوعين من التربية تربية داخلية باطنية وتربية ظاهرية سلوك ظاهرية يتعامل به مع الآخرين والأهم من هذين النوعين من التربية هي التربية الداخلية لذلك الحجرات وهو مكان أشار إلى أهمية التربية الداخلية لباطن الإنسان لباطن الإنسان فإذا كان باطنه حسن كان ظاهره حسن إذا ربى الباطن إن عكس ذلك على السلوك الظاهري وهذه دلالة اسم سورة الحجرات أن يتربى المؤمن وأن يتحلى بالفضائل وأن يجتنب الرذائل والتحلي بالفضائل واجتناب الرذائل إما في الباطن وإما في الظاهر والأهم أن يتحلى في الباطن لينعكس ذلك على الظاهر أما إذا تحلى في الظاهر وكان باطنه سيئا خبيثا فإن ذلك سيظهر لا محالة أما السورة الخامسة من أسماء السور التي تدل على المكان فهي سورة الطور والمقصود بيطور سينا حفظها الله فإن الله سبحانه وتعالى ناجى كليمه موسى عليه السلام في جبل الطور وهذه السورة افتتحت بذلك عن طريق القسم الذي يلفت أنظارنا إلى أهمية ومكانة جبل الطور والمكان الموجود فيه هذا الجبل والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك ما له من دافع ودلالة هذا الاسم الطور والافتتاح به والقسم به هنا قبل قول وكتاب مستور وكتاب مستور فيه ارتباط فيه إشارة إلى أن القرآن الكريم قد حكى لنا ما كان من النبوات السابقة والرسالات السماوية السابقة وتضمنها وعرفنا بها وهو مهيمن عليها والطور وكتاب مستور ارتباط الوحي الشريف ارتباط القرآن بالكتب السابقة والشرائع السماوية التي نزلت على الأنبياء والرسل قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا الارتباط دلالة على هيمنة القرآن وتصديق القرآن لترك الرسالات السماوية والوحدة الموجودة بين تلك الرسالات جميعا فأقسم بالطور وقدمه على غيره من الأمور المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليدل على تلك الوحدة التي عرفت بين الشرائع السماوية فمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قد جاء بما جاءت به الأنبياء السابقون والشرائع السماوية السابقة وكل هذا يدل ويلفت أنظرنا إلى أهمية المكان إلى أهمية المكان أما السورة الأخيرة السورة السادسة فهي سورة البلد والمقصود بها البلد الحرام وقد أقسم الله تعالى بالبلد الحرام في سورتين في سورة البلد هنا لا أقسم بهذا البلد فهذا قسم هذا قسم بالبلد الحرام وفي سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فأقسم بالطور مرتين وأقسم بالبلد الحرام أيضا مرتين للفت الأنظار إلى أهمية المكانين معا وارتباط الرسالات السماوية جميعا ولا أقسم بهذا البلد البيت الحرام وأنت حل يا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الرسول الكريم بهذا البلد فالبلد شريف بذاته وشريف بمن حل فيه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي دلالة تسمية السورة بالبلد لفت الأنظار إلى مكان نزول الوحي الشريف مكان نزول الوحي الشريف وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذا القرآن عظيم هذا القرآن جليل هذا القرآن شريف إذا قرئ في زمان شرفه إذا حل في مكان شرفه وجعله عالي القدر رفيع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم ساق المؤلف حفظه الله إلى أن هناك دلالات أخرى لدلالات أخرى في أسماء السور فضلاً عن الزمان والمكان لكنه اختصر حفظه الله على هذين الأمرين ولو استعرض جميع السور لطال به الكتاب والمؤلف لكنه لفت وأوصى بدراسة علمية متخصصة تجلي أسرار وأسباب تسمية السور بهذه الأسماء وربط هذه الأسماء بالقرآن الكريم أما المبحث الخامس فجعله وخصصه للحديث عن مواطن ومواقع الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم سيقسم الآن الجمال والكمال قسمين قسم جعله معنوياً يعني تحدث القرآن عن هذا الجمال والكمال في المعاملات وفي الأمور الحسية وأيضاً القسم الثاني الكمال والجمال اللغوي الذي كما قلنا هو لب إعجاز القرآن الكريم أو أن إعجاز القرآن يكمن في الجانب اللغوي البلاغي أما مواطن الكمال والجمال المعنوي في القرآن الكريم فجعله المؤلف فيما ساقه القرآن من الإرشاد والحث والحض على أن يتحل المسلم بالكمال والجمال في جميع معاملاته وأول ذلك في الصبر الجميل أن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى المؤلمة ولا يشتكي ولا يتسخط ولا يعترض لأنه يعلم أن قضاء الله تعالى واقع وأن أمره غالب لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فقال إن القرآن قد لفت أنظرنا إلى التحلي بالصبر الجميل بالصبر الجميل عند نزول المصائب وابتلاءات الله تعالى واختباراته وامتحاناته فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ما الصبر الجميل؟ الذي لا شكوى معه لا يعترض ولا يتسخط وإنما يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لأن قضاء الله نافذ لا محالة سيكون الذي قضي سخط العبد أو رضي فدعي الهم يا فتى فكل هم سينقضي هذا هو الصبر الجميل كذلك الصفح الجميل الإنسان عندما يتعامل مع غيره فيعني لا ينفك هذا التعامل عن أذى وعن شيء يكرهه وعن أمور تحزنه وتغضبه لكنه عليه أن يصفح صفحا جميلة وهذا الصفح الجميل هو الذي لا من معه ولا عتاب لا من معه ولا عتاب ولا تذكير بما حدث وبما كان لما فعلت ولما لم تفعل إلى آخره لا عليه أن يصفح صفحا جميلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل مكة الذين أخرجوا حين عاد إليها فاتحا منتصرا قال اذهبوا فأنتم أطلقا وكان يدعو لهم اللهم هد قومي فإنهم لا يعلمون أيضا الهجر الجميل الإنسان عندما تضطره الظروف والأحوال إلى أن يهجر أحدهم وإلى أن يبتعد عنه لوقت ما أو لجميع الأوقات فإنه يهجر هجرا جميلا والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه هو الذي لا أذى معه واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا لا يفجر في خصومته ولا يتتبع هذا الذي أذى حتى ينزل به انتقاما أو كذا وإنما يهجره هجرا جميلا كذلك أيضا السراح الجميل السراح الجميل عندما تضطر الظروف الزوجين إلى أن يترك أحدهم الآخر وإن يتفرق يغني الله كل من سعته فعليه أن يسرحها سراحا جميلا أن يطلقها ويبتعد عنها وسمى القرآن هذا النوع من المعامل السراح الجميل وسرحوهن سراحا جميلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وهذا السراح الجميل هو الذي لا يكون فيه ظلم للمرأة أو هضم لحقوقها وإنما يعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة ولا يستقدر نفسه عليها ولا يستضعفها لأن الله سبحانه وتعالى أقدر عليه ولا تنسوا الفضل بينكم أيضا من الأمور التي دعان القرآن الكريم إليها وهي من مواطن الجمال المعنوي في معاملات الناس أن نتحلى بالخلق الجميل أن نتحلى بالخلق الحسن وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لنا عندما أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم خلق جميل حسن في تعاملك مع الآخرين كان يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه وينبغي للإنسان أن يتحلى بالقول الحسن بالقول الجميل بالكلمة الطيبة مع جميع من يتعامل معهم في هذه الدنيا ولا يفرق بين مؤمن وكافر ولا بين طائع وعاص ولا بر وفاجر وإنما البيان القرآني يقول لنا وقولوا للناس حسن لجميع الناس الناس اسم جنس يشمل المؤمن والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير يشمل جميع بني آدم فعليه أن يتحلى في التعامل مع جميع الناس بالأقوال الطيبة بالقول الجميل الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد كذلك أيضا مما يدل على تحل الإنسان في تعامله مع الآخرين بالأقوال الطيبة ما ساقه المؤلف هنا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه اختار الكلمة الحسنة اختار الكلمة الجميلة فعندما مر على أناس قد أوقدوا نارا بالليل يستضيئون بها قال لهم السلام عليكم يا أهل الضوء وكره أن يقول لهم السلام عليكم يا أهل النار فالمؤمن يتأدب بأدب القرآن ويختار الكلمات الجميلة الحسنة في تعامله مع الآخرين كذلك أيضا هناك الدفع الحسن الجميل الدفع الحسن الجميل وهو أن يقابل السيئة أن يدفع السيئة لا بسيئة مثلها وإنما بحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم الكلمة الطيبة تجعل العدو صديقا تجعل البعيد قريبا تجعل الخصم حبيبا لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يقولون الكلمة الحسنة السليمة ويدفعون السيئة بالحسنة لأنهم عباد الرحمن الدفع الحسن مقابلة السيئة بالحسنة من صفات عباد الرحمن من صفات عباد الرحمن والإضافة هنا تدلنا على أن من تحلى بهذه الصفات وتأدب بأدب القرآن كاستحق هذا التشريف والتكريم فكان من عباد الرحمن وتنبأوا وتأملوا وتفكروا في اختيار هذا الاسم الرحمن أي المحسن إليهم الذي يجزيهم على أعمالهم وأقوالهم أحسن الجزاء وأجله وأعظمه كما تحدث القرآن عن اللباس الجميل فالمؤمن يقول القول الحسن والكلمة الحسنة ويتحلى بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل والسراح الجميل كذلك ملابسه ينبغي أن تكون جميلة حسنة إن الله جميل يحب الجمال واللباس المعنوي هنا الذي لفت القرآن أنظارنا إليه وهو لباس التقوى خير خير ولباس التقوى ذلك خير يعني يتحلى بالتقوى في الأوامر والنواهي بامتثالها واجتناب تلك النواهي كذلك أيضا هناك الوجه الجميل الذي لفت القرآن أنظارنا إليه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وهذه الآية وردت في سورة عبس التي تدور بآياتها وموضوعاتها حول تزكية النفس من زكى نفسه سمت وارتفعت وارتقت وكانت جديرة بالاستبشار وكانت جديرة بالجزاء الحسن عند العرض على الله تعالى يوم القيامة فالناس يوم القيامة ينقسمون قسمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأصحاب الوجوه الجميلة هم الذين زكوا أنفسهم وامتثلوا أوامر ربهم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة بجزاء الله تعالى وثوابه وأجله وقال سبحانه تعرف في وجوههم نظرة نعيم نظرة نعيم يعني يظهر على الوجه يظهر على الوجه آثار الجزاء الحسن يوم القيامة كذلك هناك العيشة الجميلة العيشة الحسنة العيشة الجميلة الحياة الكريمة وهي حياة المؤمن حياة ولي الله تعالى في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في عيشة مرضية يعني يرضى عنها صاحبها ولا العيشة هي التي تكون راضية عن صاحبها قال هنا المؤلف عبر باسم الفاعل راضية ولم يعبر باسم المفعول مرضية التأكيدا على منتهر لضاء لأصحاب هذه المعيشة كأن المعيشة نفسها راضية عن صاحبها وهذا يدل على إكرام الله سبحانه وتعالى له كذلك أيضا هناك السعي الجميل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة السعي الجميل أن تسعى إلى الله وإلى رضى الله وإلى محبة الله سبحانه وتعالى وأن تعمل ما ينفعك في الآخرة عند الوقوف بين يدي الله كذلك هناك الجزاء الجميل الجزاء الجميل أخبر القرآن عن جزاء أجل الجنة بقوله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة الجنة هي جزاء المؤمن يوم القيامة جزاء المؤمن في الآخرة وهو جزاء حسن جميل وهناك التحية الجميلة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها حيوا بأحسن منها إذا سلم عليك أحدهم وقال السلام عليكم فرد عليه هذه التحية وهذا السلام بأحسن منه قل وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فهي التحية الحسنة الجميلة وهذا يذكرنا بتحية الملائكة للمؤمنين في الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الملائكة تحيي المؤمن يوم القيامة تحية حسنة جميلة كذلك أيضا هناك العطاء الجميل الإنفاق الذي لا من فيه ولا أذى أن تنفق في وجوه البر والخير إنفاقا لا من معه ولا أذى لمن تعطيه هذه الصدقة وهذا الإنفاق الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأيضا العطاء الجميل الإنفاق الجميل أن تنفق أن تعطي عطاء لا تخشى معه فقرا أن تعطي عطاء على قدرك لا على قدر السائل كذلك أيضا من العطاء الجميل أن تستحضر أن تستحضر ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه الكريم أن من أنفق شيئا أخلفه عليه أن تعمل بهذا الوعد الكريم فتشكر ربك بالإنفاق من المال إذا أنعم الله عليك بالمال أنفقه ولا تخشى من ذي العرش إقلالا فإن الله تعالى يخلف عليك هذا العطاء وذاك الإنفاق أيضا إذا أنفقت إنفاقا جميلا وأعطيت عطاءا جميلا فأخرج كل ما عندك في سبيل الله سبحانه وتعالى أخرج كل ما تحبه أخرج كل ما تحبه أنفق هذا المال رغم أنك تحبه حبا شديدا تؤثر به غيرك على نفسك إذا كنت في حاجة أو ضائقة فأنت تحاول أن تؤثر الآخرين على حاجتك ومنفعتك ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وهو يعدد لنا وجوه البر في سورة البقرة وآت المال على حبه يعني على حب المال وتمسكه به لأن النفوس جبلت على ذلك لكنه يؤثر ما عند الله تعالى على حبه لهذا المال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كانت بهم ضائقة أو شدة أو أزمة يقدمون الآخرين عليها لأنه يستحضر قول الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق وبعض المفسرين قال وآت المال على حبه الضمير يعود إلى الله تعالى يعني أعطى المال وأنفقه عطاءا جميلا لحبه لله تعالى لأن الله أمره بإعطاء هذا المال للفقراء والمساكين تحدث القرآن أيضا عن اللقاء الجميل عن اللقاء الجميل حين يلتقي المؤمن بالملائكة وهو وقد نام على فراش الموت تنزل الملائكة عليه تثبته وتؤمن فزعه وخوفه وتبشره بألا يحزن على ما فات وألا يخاف مما هو عليه آت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لحظة خروج روحه واستلام الملائكة لهذه الروح يكون اللقاء بين المؤمنين وبين الملائكة ويكون بصره حديدا يراهم ويعرفهم لأنه كان يؤمن بهم في الدنيا فهو لقاء جميل ويوم القيامة يلتقي المؤمن أيضا بالملائكة في الجنة إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها أي عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة تستقبلهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيلتقي المؤمن مع الملائكة عند خروج الروح في أول منازل الآخرة ويلتقي بهم أيضا يوم الحساب عند دخول الجنة وهناك الختام الجميل حسن الخاتمة التي تحدث عنها القرآن الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والخاتمة الحسنة أو الختام الجميل يكون إما بقول وإما بعمل إذا أراد الله بعبده خيرا فبته عند خروج روحه فأجرى على قلبه ولسانه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة وهذا ختام حسن نسأل الله أن يحسن ختامنا وأما العمل فأن يقدر أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويقدر له عملا صالحا يقبضه عليه في الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فسأله رجل من القوم ما استعمله قال يهديه الله إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك العمل الصالح فهذه هي الخاتمة الحسنة وهذا هو حديث القرآن الكريم عن الكمال والجمال المعنوي حيث لفت أنظرنا إلى التحلي بتلك المعاملات التي ساقها ووصفها بلفظ الجميل أو بلفظ الحسن نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهنا تنتهي هذه المحاضرة ونستأنف محاضرة أخرى في بيان جمال الأدب في تعاملنا مع الخالق جل جلاله كما قص علينا القرآن وذكر نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر